أداء الحكومة اليمنية خلال 2017 في الحقيقة تراوح ما بين إنجازات محدودة في بعض الملفات وعجز واضح أيضا في ملفات أخرى أداء الحكومة الشرعية خلال 2017 وقبلها يبدو كما لو أنه عمل غير منتظم رغم بعض الجهود الجيدة في بعض الملفات ولكن كل هذه الجهود لا تنتظم في إطار خطة عمل موحدة بحيث يكون هناك إيقاع معين لأداء الحكومة يمكن أن يحرز مع الوقت تقدما على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أو تضييق الخناق أكثر على ميليشيات الحثين ربما أن الملف العسكري هو الملف الطاغي على أداء الحكومة الشرعية وهو الذي يستنزف جهودها بشكل كبير لكن هذا أيضا لا يمنع من ضرورة إعادة تقييم أدائها كنا خلال الفترة السابقة أيضا نطالب بأكثر من مرة أن يكون هناك آلية تقييم لأداء الحكومة في ظل غياب العديد من أجهزة الرقابة الحكومية سواء مجلس النواب أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو غيرها وبالتالي هناك غياب واضح لآلية تقييم أداء الحكومة الشرعية وهو ما يجعل أداءها يبدو كما لو أنه ما بدأ بدينا عليه وليس هناك خطة عمل واضحة منتظمة يعني لاحظنا على سبيل المثال على صعيد الخدمات الأساسية كان هناك عجز كبير في الوفاء بمرتبات الموظفين اهتمت الحكومة الشرعية طيلت الثلاثة الأعوام الماضية بمرتبات كبار موظفية دولة الموجودين في خارج البلد بينما الغالبية الساحقة من الموظفين بدون مرتبات وهذا يضاعف المعاناة بشكل كبير ويعيق إمكانية إحراز تقدم للحكومة الشرعية في عملية التحرير وتضييق الخناق على الميليشيا ويمنح الميليشيا ذريعة للبقاء والاستمرار ويمنحها أيضا مادة إعلامية لكسب تعاطف أو محاولة لا نكون ناكرين لكل هل هناك جهود بحيث نستطيع أن نذكرها أو نشيد بها للحكومة قامت بها على جانب المستوى الخدمات على المستوى الحقوق خلال العمل الماضي كما أشرت أخي سالم يعني كان هناك تقدم محدود في بعض الخدمات الأساسية وهناك أيضا جهود تبذل في عديد من الملفات ولكن الإشكالية هو عدم وجود خطة ناظمة لأداء كل أجهزة الحكومة بحيث تبدو موجهة باتجاه معين لاستعادة الدولة هناك حالة من التشتت في أداء الحكومة وأجهزتها وملفاتها وبالتالي هي بحاجة أولا إلى إيجاد آلية لتقييم أدائها ومن ثم أيضا وضع خطط معينة وأعتقد أننا الآن نحن أمام عام جديد وهي فرصة للحكومة الشرعية لإعادة ترتيب صفوفيا أولا على جانب القوى الوطنية المؤيدة للشرعية وبالتالي إعادة رسم المشهد السياسي بطريقة ما تساعد في الخلاص من جائحة الميليشيا الإنقلابية في اليمن واستعادة الدولة على مستوى الخدمات يجب أن يكون هناك أيضا خطط واضحة وصارمة على المستوى الملف الأمني لا يجب أن تبقى الحكومة الشرعية مجرد ضيف في العاصمة المؤقتة عدن يجب أن تكون هي صاحبة السلطة في الملف الأمني وأن يكون الملف الأمني بيدها وليس مجرد ضيف تحل فترة ثم تغادر إلى العاصمة السعودية كمتابع حقوقي للشأن الحقوق والإنساني في اليمن ما هو تقييمك لأداء الحكومة في الملف الإنساني وأيضا في إنتهاكات الميليشيا التي قامت بها خلال العام الماضي كيف تعاملت الحكومة مع هذا الملف؟ في الملف الحقوقي في الحقيقة كان هناك جهود ممتازة للحكومة الشرعية سواء من خلال المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة وبياناته التي حرص فيها على إظهار معاناة اليمنيين لجهة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثيين وأيضا هناك تقارير وهناك أيضا شغل المنظمات الحقوقية ولكن الإشكالية هو عدم موجود أيضا خطة عمل ناظمة لهذه الجهود في اتجاه معين يعني في اتجاه لتغيير قناعات في أداء الرأي العام العالمي مثلا أو أداء المنظمات الحقوقية نلاحظ أن هناك شبكة واسعة للميليشيا تشتغل في أوساط المنظمات الحقوقية ولها دور فاعل وتشتغل في إطار خطة عمل ناظمة بينما الحكومة رغم جهودها في الملف الحقوقي والإنساني ولكن هناك حالة من التشتت على المستوى الإنساني يمكن أن يكون لظروف الحرب سبب كبير في إعاقة أداء الكثير من الأعمال الإغاثية والإنسانية بسبب إما الحصار الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين على بعض القرى والمدن واستمرار القصف العشوائي وما يترتب عليه من تداعيات أو أيضا للأسف الشديد كان هناك بعض التسييس الذي لا زال يطغى على أداء بعض المنظمات الإغاثية والإنسانية التي لا تزال مكاتبها تعمل تحت سلطة الميليشية الحوثية في العاصمة صنعا وبشروط الميليشية نفسها وهذا أيضا يلقي بالذلاله على وضع الإنساني نعم الأستاذ محمد